بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنستكمل بعض التطبيقات على معادلة برونير إكويشن وبعض المسائل المحلولة اللي تقدر تفيدنا في تعميق وفهم اللي درسنا في المحادرات السابق فالنهاردة بناخد أول إجزامبل عندنا سيفون شون ان فيجر وان بوينت اي اللي قدامنا دي على ارتفاع واحد متر من سطح المية البوتوم اوف زا سيفون والسيفون عندنا على مسافة تمانية متر زي ما مرسوم قدامنا اسيومج فريكشن لاس يعني اسيومج الفريكشن ناجلبل ديتيرمين زا سبيت اوف زا جات يبقى عايز سرعة السريان اللي خارجة بتاعت الجات وعايز يعرف البراشر عنده نقطة ايه فكرة السيفون هي عبارة عن البايب اللي موجود قدامنا بيكون فيها تفريغ داخلي للضغط بحيث انه الضغط الاتموسفيريك يضغط هنا يقوم السريان مندافع داخل هذا الجزء وده انت بتطبق في حياتك العملية لما تحب يتفاطي ده انك انت بتجيب مثلا منبوبة وخرطوم تروح ساحب شافط مية لحده ما ينزل بتبص تلاقي السريان ماشي اوتوماتيك لوحده وده لان احنا عملنا الضغط داخل البايب اقل من الضغط الجوي وده بنسميه زايرة السيفون ازاي حل هذه المسألة هذه المسألات تطبيق مباشر على البرنولي اكويشن بتختار نقطتين واحد واثنين زي ما شوفنا في الشكل بطبق برنولي اكويشن بين هاتين والنقطتين اكتب المعادلة بتاعتي بي واحد على جاما زادي بي واحد تربية اتنين جزا زد واحد بتسو بي اتنين على جاما بي اتنين تربية اتنين جزا زد وطو وإيه اللي فريكشن لس فما فيش عندي لص البي واحد والبي اتنين معارضين لاتنوسفير امحط قيامهم بسفر البي واحد دونك نوستان تهد تانك زا ما تكلمنا قبل كده يبقى اجا طبق يبقى دا زيرو زائد زيرو الليفل عندي ارتفاع النقطة زد واحد من الديتام اللي احنا واخدينه عندي ثمانية وشين منهم واحد تبقى سبع متر بتساوي خارج على اتنوسفير بي اتنين بسفر بي اتنين تربية اللي انا عايزها زائد زد اتنين بتنطبق على الديتام يبقى عندنا بتساوي سفر من هنا بقدر اطلع البي اتنين اللي هي تبقى جازر اتنين جي في سبعة يطلع الى 11.73 ودي بتساوي سرعة السريان في البايب ايه يبقى انا جبت المطلوب الاولاني طب عشان اجيب المطلوب التاني برضو باختار نقطتين هو عايز يعرف البريشر بي ايه فانا بطبق بين برنول ايكويشن بين نقطة واحد ونقطة ايه والمعادلة عندي اذا ما قلنا اهيه هتبقى بي واحد على جاما بي واحد تربية اتنين جي زائد زد واحد ساوي بي ايه على جاما بي ايه سكوير على اتنين جي زائد زد ايه وابتدا تطبق اتنين سير بسفر ونصة التانك بسفر النقطة منطبقة على الدي تن بسفر بي ايه زائد عندي سبعة لفي سكوير على ايه جي اتنين جي لسه حسبنا قبل انت بتساوي سبعة زائد الى ارتفاع عندي واحد يطلع انه البي ايه على جاما بتساوي ناقص واحد ناقص سبعة بتساوي ناقص تمانية متر فوتر ودي جيش بريشار اللي نطبع نحطينا اتنين سفير بريشار يبقى طلعت البي ايه على جاما تلعت مينس ليه لان زي ما قلنا قمتها اقل من الضغط الجاوي دي نتيجة متوقعة انها تطلع بالمينس احنا عارفين انه البي اتنين سفير بيعادل عشرة متر وثلاثة من عشرة متر فوتر لو انا عبيت اجيب الابسوليوت اطبق البي ابسوليوت مينس البي فاكيوم يبص لقي عندي تعادل الابسوليوت اتنين وثلاثة من عشرة يبقى الناقص تمانية متر جيش تعادل اتنين وثلاثة من عشرة متر وثلاثة كابسوليوت فاليو وده كان تطبيق على البرنيل اكويشن مباشر وشوفنا ازاي احنا بنطبقه ان شاء الله نستكمل المحاضر القادمة بعض التطبيقات واشهور الأحن